العلاقات بين إسرائيل والأردن تسير نحو مزيد من التوتر والتصعيد، آخرها في ملف المياه. تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة فتحت الباب أردنياً على عدة إجراءات. الملف المائي كان حاضراً بتجميد عمان اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل. وعلى الطاولة وضع الأردن الفقير مائياً خططاً بديلة لتأمين احتياجاته من المياه. إجراءات سريعة واهتمام حكومي بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر فيه يصطبق الأردن أي مفاجأة بخصوص ملف المياه وما ينطوي عليه من اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي. هناك عدة خيارات نعمل عليها من أهمها وهو مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى جميع محافظات المملكة حيث سيعمل على تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر. وهناك عودات دولية والتزامات من مانحين للحكومة بتأمين الدعم اللازم لهذا الموضوع. والحكومة رصدت نحو حوالي 500 مليون دينار لدعم هذا المشروع. وفيما يستمر الأردن بتأمين حصته من المياه وفقاً لاتفاقية السلام والمقدرة بـ 55 مليون متر مكعب سنوياً. إلا أن الوضع المائي الصعب يفرض نفسه أصلاً بعدز مائي يصل إلى 500 مليون متر مكعب سنوياً. لا يخبع لأحد أن الأردن لديها عجز مائي ولكن اليوم هذه المذكرة هي أصلاً ليست اتفاقية مذكرة نوايا. كانت مدار البحث والحكومة الأردنية كانت تدرس هذه المذكرة على تأثيرها السياسي والاقتصادي والأمني أيضاً. اليوم من الأردن ومجلس النواب أيضاً، الآن بيعملوا على مراجعة جميع الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي. تجميد الأردن لاتفاقية الطاقة مقابل المياه رسالة لوحت فيها البلاد برفضها لما يجري في غزة. فيما ستبقى السيناريوهات مفتوحة لمزيد من التصعيد وسط ضغط شعبي ونيابي. سوها جميل الحدث عمان. ترجمة نانسي قنقر